أظهر استطلاع حديث للرأي إجراء مركز إي بي نورك لأبحاث الشؤون العامة أن حوالي سبعة من كل عشرة أمريكيين أعربوا عن شعورهم بالقلق أو الإحباط بشأن الحملة الرئاسية لعام 2024 ويتشتد المنافسة في الولايات المتأرجحة الرئيسية وفقاً لاستطلاعات رأي حديثة حيث لا يظهر أي من المرشح الجمهوري دونالد ترامب ولا المرشحة الديمقراطية كمالة هارس تقادماً كبيراً أيام قليلة تبقت أمام الثلاثاء العظيم الذي سيقرر من الساكن الجديد للبيت الأبيض إلا أن استطلاعات الرأي لم تظهر حصول أي من المرشحين الترامب الجمهوري وهارس الديمقراطية لأي تقدم مريحة المنافسة تحتدم على المستوى الوطني وفي الولايات المتأرجحة الرئيسية إلا أن حالة من عدم اليقين تخيم على شعور الناخبين فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه مركز إي بي نورك لأبحاث الشؤون العامة أن حوالي سبعة من كل عشرة أمريكيين أعربوا عن شعورهم بالقلق أو الإحباط بشأن الحملة الرئاسية وفي الأسناء زارت هارس ولاية كارولينا الشمالية ثم ولايتي بنسلفانيا حيث ركزت على سياس من الولايات السبع الحاسمة التي يمكن أن تحدد من سيفوز في الانتخابات الأكثر تقارباً في تاريخ الولايات المتحدة الحديث هارس حاولت في ظهورها الأخيرة التقليل من تأثير تصريحات الرئيس جو بايدن الذي وصف أنصار ترامب بأنهم قمامة وهي الزلة التي استغلها ترامب لكسب مزيد من الدعم الانتخابي وأكدت هارس أنها لا توافق على أي انتقاد لأشخاص بناء على من يصوتون له تصريحات الرئيس الأمريكي تسببت في موجة عارمة من الغضب لدى الجمهوريين وهو ما استغله ترامب ففي أول تجمع انتخابي عقب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر بولاية ويسكنسون على متن شاحنة قمامة تحمل شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى هذا وقد أدل أكثر من 57 مليون ناخب أصواتهم بالفعل عن طريق التصويت المبكر أو عبر البريد على أن تجرى عمليات التصويت بصناديق الاختراع في الخامس من نوفمبر المقبل